طيب الأهم أما أنتم بتحبوا نادي الاتحاد قوي كده وخايفين عليه وبتاع نادي الاتحاد في أزمة مالية أنت متخيل إسكندرية مثلا السبع مليون ولا الثمانية مليون لو خمسة مليون يا سيدي بيشجعوا نادي الاتحاد كل واحد دفع عشر جنيه حل مشكلة النادي وعلى فكرة ده مش عيب زمان في السبعينات والثمانيات وإحنا بنلعب كانوا بيعملوا ربع جنيه على التذكرة بتاعة التمرين لما يبقى فيه أزمة مالية في النادي طيب مع حضراتكم كده بدل ما تستفيدوا من نادي ما تدعاموا النادي اللي أنتم بتحبوه اللي أنتم ما تعرفوش أصلا باب النادي فين دي ناس بقى عايزة تتكلموا خلاص يعني طيب الأهم بقى نادي الاتحاد من حوالي شهرين ثلاثة مجل الزراء طلع بيا كان بداية الأزمة يعني ويعني نجدوا المدربين واللعيب أنهم ممكن يتنازلوا عن جزء من العقود أو مستحقاتهم يعني أنا أول واحد تنازلت عن شهرين مرتب وتلت المرتب دعما لخزينة النادي كنت أنا الأول والأخير أنا أسف أن أنا بتكلم الحقيقة وأقولي الكلام ده لأن إحنا في النهاية بشر وكل إنسان له طاقة أنا ما تعودتش أطلع وأتكلم لكن جي الوقت اللي الناس لازم تعرف في حقائق كتيرة جدا 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 وأكم من مواقف كتيرة الحقيقة هي بيني وبين أستاذ محمد مسلحي وهو عارف كويس أنا بأعمل إيه يعني والحمد لله طبعا نادي يعني بالتـرجم للتـرجم للإنلاقا